مبارك صباح النور شكرا على الاستضافة ورمضان مبارك لكم ولمشاهدي قناة الشروق أخيرا التقينا من منصات التواصل الاجتماعي من الفيسبوك إلى فلاط الشرق مورني قال بك سعيد باستضافة نتحدث عن كورونا المتحور في البداية هل لك أن تضعنا في صورة تعريف المتحورة التحور هذا في كورونا شكرا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرة ثانية نوجه لكم الشكر لا توجيه الدعوة وكذلك نهنيكم بيوم عرية الصحافة نهني كل الصحفيين لرفقونا مدة الجائحة وفتحونا منابرهم هنا في البلاطوهات وعلى أعمدة الصحافة خاصة كنا نشوف جديدة أشارت إلى المعلومات المغلوطة لكنا نحارف على المعلومات المغلوطة في تسيير الجائحة والترويج لمعلومات مغلوطة الآن في هذا السياق كذلك بالنسبة للفيروسات المتحورة هي نفسها يعني تعتبر سلالة أو ذرية من السلالة مشتقة من السلالة المرجعية التي اخذتها للمنظمة العالمية للصحة لمكتشفها في وهان هذا السلالة ماذا يحدث لها الفيروسات بطبيعة الحال من خصائصها الفيروسات عامة هو التحور والتطور والطفرات ولكن فيروس كورونا الآن عنده مجموعة من التحورات يعني الآن كبيرة جدا وهذا الميزة التي يتميز على باقي الفيروسات بالإضافة إلى فيروس الأنفليونزا اللي كذلك يتحور باستمرار هذه التحورات هي إذا كان نشبه مجموعة من الأحرف باش المشاهدين هذه المجموعة من الأحرف هناك غلطات في القراءة أثناء التكاثر أثناء الاستنساخ الفيروس في الجنوم الفيروسي وهذا يعني عن تحورات التحورات في بعض الأحيان تكون خفيفة يعني ومتأثرش كثير خاصة في اللقاحات وفي أحيان أخرى وما يسمى عن طريق الانزلاق يعني ما تكون خفيفة وهناك تحورات ولا طفرات عن طريق الانكسار وتكون كبيرة وهنا تستدعي بالنسبة لللقاحات يعني تغيير في اللقاح باش يصبح فعال ضد هذه اللقاحات إذن بالنسبة للطفرات والتحورات والسولات الجديدة شيء عادي في عالم الفيروسات يختلف من فيروس إلى آخر جميل الدكتور محمد ملهاق من المعروف أن اللقاحات المعروضة في السوق في العالم التي تخص محاربة فيروس كورونا كانت قبل أغلبها على الأقل أغلبها قبل ظهور السلالات المتحورة وهذا يقودني أني أطرح سؤال يتعلق بممدى فعالية اللقاحات المعروضة في التقليل أو في مواجهة وباء فيروس كورونا الأصلي الذي كما أسلفت له في البداية حسب البيانات حسب بيانات المخابر المصنعة للقاحات التي تستعمل تكنولوجيات متطورة لأول مرة من بينها مخبر فايزر مع بيونتك اللي يستعمل تقنية الارين الراسل أو الميساجي كذلك سبوتنيك في يستعمل تقنية متقدمة مع استرازينيكا يستعمل تقنية متقدمة هذه التقنية تأخذ في عين الاعتبار الطفرات الخفيفة بينما بالنسبة لللي عرفناها سابقا بينما بالنسبة للطفرات الكبيرة والانكسارات الآن التكنولوجيا تسمح باستدراك الوضع وتغيير اللقاح في مدة ستة أسابيع هذا حسب تصريح الخبر والبحث مدير بيونتك الألماني إذن الآن التكنولوجيا تأخذ في عين الاعتبار التحورات أولا إذا كانت خفيفة وحتى إذا كانت طفرات وتحورات عميقة وكبيرة فإن المخابر الآن بإمكانها تغيير في تركيبة اللقاح لكي يصبح فعال ضد الفيروسات والسلالات المتحورة خاصة الآن ما مدى يعني ما الخطر الذي تشكله كورونا يعني الفيروسات المتحورة وفيروس كورونا المتحور تحديدا فيما يتمثل الخطورة الأولا هناك الخطورة الأولى سرعة الانتشار لما يعني سرعة الانتشار هذه الفيروسات عندها خاصية والآن الطفرة حدثت في المفتاح هذا البروتيين الخارجي للفيروس سبايك ليعتبر مفتاح أصبح يدخل للخالية بسرعة وينتشر بسرعة الخطورة تكمل لما يكون عندك يعني حسب الدراسات الموثقة الآن زيادة السرعة بين 0.4 و 0.7 يعني المعامل هذا بين 40 و 70 بالمئة وهذه سرعة كبيرة مما يؤدي إلى تخوف السلطات الصحية لتشبع المستشفيات يعني يجوك عدد كبير في ساعة وحدة يعني وتصبح المستشفيات متجاوزة ويصبح النظام الصحي منهار كما نلاحظوه الآن في دولة الهند الآن في الهند النظام الصحي أصبح متجاوز يعني انهيار المنظومة الصحية وهنا تقمن الخطورة في هذه الفيروسات المتحورة بالإضافة إلى هذا هناك خطورة أخرى زيادة في عدد الوفيات لأنه العدد الوفيات حسب التقديلات الأولية حوالي 4.2% بعدما كانت في حدود 2% إذن نظن ضعفت جميل هذا هذا التحور في فيروس كورونا أنتم كمختص في علم الفيروسات هل هو طبيعي أم مخبري لا إلى حد الآن يعتبر طبيعي لأن الآن ما نمفيش من المانيبولات الجينيتيك في فيروس ممكنة ولكن الآن التحورات الموجودة الآن هي طبيعية لأن الفيروس بسط فقط الفيروس لما ينتقل من شخص إلى آخر يلقى مقاومة الأجسام المضادة وهذا المقاومة تخليه يغير من الصيغة الجينية تاو باش يستمر في الحياة ويتطور هذا التطور عنده منحنين منحنة تنازلي لما يكون يبدأ ينقص ويصبح في الصفر يعني هذه الطفرة تعتبر مليحة ولكن هناك الآن نلاحظ في فيروس كورونا منحنة آخر هو أنه يتطور ويتحور ويزداد سرعة ويزداد خطورة يعني عندنا احتمالين احتمال يصبح نوصول الإصابة صفر وهذا شيء طبيعي في علم الفيروسات والمنحنة الثانية يصبح تصاعدي ويغير من الصيغة التاو يعني بخصوص مؤسسة فايزر كانت قد قدمت دواء يعني بدل اللقاح لمواجهة كوفيد تسعة عشر من الأنجا هل اللقاح أم الدواء هناك فرق بين اللقاح والدواء في الاستعمال اللقاح يعتبر وقائي كيفونتيف باش نفهم حتى في شبكات التواصل الاجتماعي يحطنا هذا النوع من الأسئلة نجاوبهم الآن تطلي فرصة باش نوضح اللقاح يعتبر وقائي يعني الإنسان يصبح قبل المرض بينما الدواء هو علاجي هو أثناء المرض واللقاح هذا الدواء اللي تبعه الآن تحت التجارب السريرية بعد ما نجحت التجارب المخبارية ونجحت التجارب الحيوانية الآن هذا الدواء اللي معطي له أسرقم ما زال ما طولوش أسمع علمي معطي له الرقم هذا الرقم طويل شوية سلسل 073 فاصل كذا هذا يعتبر علاجي ويؤطى للعلاج في المراحل الأولية للالتهاب والمبدأ هذا الفيروس هذا الدواء عفوا من مثبتات الأنزيم البروتيني يعني سيسي ديزيني بيتوغ دولا بروتياس هذا وشي خلي هذا التقنية كذلك قبل مستعملة في علاج الأيدز يعني السيدة باللغة الفرنسية والفيروس إنهيار المناعة المكتسبة وكذلك مستعمل في علاج فيروس آخر هو فيروس الانتهاب الكابيدي لباتيت سي هذا التقنية هذه أعطت ثمارها مع هذان الفيروسان الآن التجارب مشجعة التجارب المخبرية العلمية المرحلة العلمية المرحلة الحيوانية الآن في المرحلة السريرية الكلينيكية وممكن بعد ستة شهور إن شاء الله يكون الدواء في السوق ويعتبر فعال خاصة في المراحل الأولى للالتهاب مع ظهور العرب جميل السؤال الأخير يتعلق بكورونا المتحور في الجزائر كيف تجد مستقبل هنا في الجزائر في ظل الإجراءات يعني في ظل الاتزام المواطنين من عدم يعني الآن سؤالك وجيه إلتزام المواطنين من عدمه نزيد نعاود هنا كنت في بلاتوات الشروق ونزيد نعاود المواطن هو حجر الزاوية في أي سياسة وقائية مهما كان الإجراءات التي تخذها السلطات العمومية والسلطات الصحية تبقى محدودة الفعالية إذا كان ما انخرج فيها المواطن وما استعمل ما تجاوبش معها إذن هنا نقول بأن الوضع الوبائي في الجزائر ليس خطير ولكنه مقلق هذا لوجود مؤشرات من بين هذه المؤشرات أولها حالة التراخل اللي لاحظناها في الأيام الآخرة وكأن فيروس كورونا أصبح من الماضي نعم الشيء ثاني هو وجود هذه السلالة اللي شرت لها المتحورة سريعة الانتشار الشيء الثالث اللي نطلبه من السلطات العمومية هو البطء في عملية التلقيح ونطالب الآن بالتسريع عملية التلقيح وهذا علمي يعني ماهوش مطلب هكذا لأن كل ما نطول كل ما الفيروس نطيله فرصة يتطور ويتحور ويجيب الناس وللت جديدة جميل أشكرك جزيلة شكرا الدكتور محمد ملهاق الباحث في علم الفيروسات والبيولوجي السابق بعدد من مخابر التحليلات الطبية شكرا جزيلا شكرا لكم على الاستضافة مشهدين لذينا متقبل